كلما سمعت كلمة ثقافة تحسست مسدسي قول ينسبه البعض لجوزيف جوبلز وزير الدعاية الألمانية في عهد هتلر وبعيدا عن حقيقة أن جوبلز أو غيره هو القائل فإن تلك الكلمات عكست جانبا من أهم صور العلاقة الملتبسة بين النخبة المثقفة والسلطة الحاكمة في المجتمعات الإنسانية بصفة عامة ولا تختلف المنطقة العربية في ذلك عن باقي أنحاء العالم فالعلاقة بين المثقف والسلطة تتراوح ما بين التحالف والانسجام وبين القطيعة والتباعد وربما الاضطهاد ولقد عانى المثقفون في المنطقة العربية من مراحل مختلفة من الاضطهاد من قبل الأنظمة الحاكمة بسبب رفضه من نزعة الاستبدادية لدى هذه الأنظمة التي بدورها ترى في المثقف تهديدا استراتيجيا لسلطتها عبر ما يمكن وصفه بمعركة الوعي ومن ثم تواجه أكثر هذه الأنظمة خطر المثقفين عبر الطهادهم وحصار أفكارهم ووصمها باتهامات قد تفضي بأصحابها إلى السجون وكذلك تواجه الأنظمة الخطر من خلال صناعة نخبة مثقفة مؤيدة للسلطة ومدافعة عن سياساتها فتكون المواجهة بين المثقفين صنعتهم السلطة وآخرين صنعهم المجتمع وبين هؤلاء وهؤلاء تقف فئة ثالثة من المثقفين موقف المعارض للسلطة المتصل بها أو ربما المتحالف معها في آن واحد فهي فئة يراها المتخصصون أكثر أهمية للسلطة من هؤلاء المؤيدين لها لأنها تعمل على تحييد نسبة كبيرة من المعارضين وشيئا فشيئا جعلهم أكثر قربا من مواقف السلطة ولقد كانت ثورات الربيع العربي دليلا على عبق تأثير النخبة المجتمعية المثقفة في تشكيل الوعي الجماهيري في مواجهة السلطة ومثقفيها وإن فشلت أو ربما أفشلت حتى الآن في تحقيق مبادئها في أكثر دول الربيع العربي التي رجحت فيها كفة الثورة المضادة عبر نخبة معارضة كانت أقرب إلى السلطة منها إلى الشعب ليظل المثقف العربي ودوره في تشكيل الوعي المجتمعي مثار جدل حتى تنقضي المعركة بين مثقفي المجتمع ومثقفي السلطة